اهتزاز جديد تتعرض له بلدية ترابلس في ضوء التصريح الأخير لأحد أركان داعميها وليد معن كرامي الذي قرأ في تداعيات نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة في المدينة فقال لقد خدنا المعركة في أيار 2016 داعمين لكوكبة من الناشطين ذوي الكفاءة والرؤية آملين تحقيق ما يصب إليه الناس من إصلاح للإدارة وإنماء للمدينة إلا أنه بعد حوالي 18 شهرا من تسلم مهامها لم تفلح البلدية في إحداث أي تغيير على صعد الإصلاح الإداري والإنمائي وتابع كرامي لم تفلح البلدية في إحداث أي تغيير لجهة تفعيل دور التفتيش وإيجاد الحلول العملية لأزمات النفايات والسير والمساواة في تطبيق القانون فيما يتعلق بإزالة المخالفات ولم تلقى المطالبات المستمرة لأهل المدينة إلا وعودا جوفاء وأضاف كرامي لا من باب المزايد أو تفشيل المبادرة القائمة لتحييد الإنماء عن السياسة إلا أنني أصبحت متيقنا أن السلطة التنفيذية في بلدية طرابلس ليست إلا استمرارا للنهج السادق معلنا اعتذاره من أهل مدينته طرابلس عن خيار غير صائب لقيادة البلدية مؤكدا ضم صوته إلى جميع الأصوات الصادقة المطالبة بالتغيير أوصات مدينة طرابلس أشارت إلى أن الفشل الذريع للبلدية يعود للمزايدات السياسية التي يمارسها البعض ضاربين عرض الحائط مصالح أهالي طرابلس والمشاريع الإنمائية التي تحتاجها المدينة هذا نرفع إيديا لا لا ترجمة نانسي قنقر